برأيك الناس بتحب الممثل بالحياة بتصدق الممثل بالحياة وبتحاسبه كممثل بأداءه لأدوار معينة؟ طبعاً فيه جهلة بيحاسبه الممثل كأنه هو الشخصية يعني لو مثلاً الممثل بيعمل دور الشرير بيفتكره أنه هو فعلاً شرير يعني قاتل عنيف بيتجر في المقدرات بيدرب يعني فيه ناس بس أنا بشوف ده جهل أكيد لكن أعتقد الجمهور يعني مع الزمن الكبير والقنوات المفتوحة يعني بقى عني خبيرة والمقابلات والحوارات لو بيحكم من خلال الأدوار يبقى صعب لكن هو بيحكم علينا من خلال مقابلات زي دي هل إلهام صريحة؟ لا شجاعة لا جبانة لا كاذبة لا كذا لا كذا هو بيحكم لأن أنا دلوقتي شخصيتي هي دي اللي يقدر يحكم عليها لكن لو هيحكم من خلال الأدوار يعني لو عملت دور واحدة منحرفة خليعة يبقى هيقول إلهام شخصية منحرفة أو أم جهاد مثلاً أو أم جهاد قديش بدك إلهام حتى تطلعي من تأثير هذه الشخصية نفسية أقوى الله هي أكتر شخصية تعبت نفسيتي بجد أنا كان فيه مشاهد وحياة ربنا بعد ما أعمل المشهد وخلص يقوله برافو كويس أنا أقعد أبكي زي أنا قلت الكلام دا أنا أقولها وردة على لساني والناس تسمعني بقول الكلام دا مش مصدق باشتن في الفن فيه مشهد بقول فيه بحكي لها بقول لها مرة اشتقت المصر مع إن فيش حاجة اسمعها وطن الوطن ما هو إلي حفن التراب عفن بس دي أنا أقول على مصر اللي أنا بعشة الترابها مزعج وبعدين بعدها بقول لها تستوري حنيت مرة أسمع صوت أم كاسوم أستغفر الله العظيم سمعتني يا رب حنيت أسمع صوت أم كاسوم قدي كده الفن شيء يعني إن نحتاج إن ربنا يسمحنا عليه أنا وأنا بقولك أنا خلصت المشهد دا حوار عادي عاية بعد المشهد أبكي أنا قلت الكلام دا إزاي ومشاهد العنف يعني بدرب بالكرباك يخلص المشهد نسكت البنت كانت أوكرانية حرام من ضرب ضرب بالكرباك تشرحت ولو ما عملت كده يبقى المشهد غلط يا لازم تنضرب بخدتها وقعدت أبكي أنا وهي طبعا بتبكي من الألم وهي كنت بتبكي جوه المشهد بس أنا كنت قوية جدا ولا بابكي ولا أي شيء خلص المشهد اترميت في حضنها وبكى إزاي أنا بعمل كده إزاي أنا بإيدي ممكن عازل الإنسان يعني الدرب حقيقي يعني فيه مشهدين السخفة جدا دا الأول ظهوري لبجلد البنت الأجنبية وفيه مشهد بدرب منا بالكرباك اتعورت وتاني يوم قاعدوا يقولها حاجاته عشان الأزرق لا يعني أنا عزبتهم إنه الدرب دربة بجد فأول مرة أكره يعني فيه أدوار فيها عون فتلعت قبل كده مثلا واحدة تاجرت مخدرات أنا بشوف إنه دا شعر فظيع بتدمر مستقبل الشباب وبتبيع لشباب الجامعة مخدرات وكذا المفروض شخصية كريهة جدا لكن ما واجعتش قلبي فيه شخصية واجعت قلبي وأنا بعملها زي أم جهد يا إلهي شخصية حقيرة الحقيقة يا إلهي طيب فيه دور أو عمل قادم ينسيكي الدور اللي كان مؤذي نفسيا بالنسبة لألك حولها اللي جاي برضو فيه قضيها صعبها الفيلم اللي جاي اسمه بنات سابرة أنا شخصية سابرة وبناتي هم دول المشكلة إنه في القرى وفي الناس البسطاء وللأسف الجهلة برضو بقول كلمة الجهلة بيجوزوا بناتهم في سنه صغير بيفتكروا إنه هو ده الجين والصحة إنه يقولوا نسطر البنت طيب القانون بيحمي بناتكو وممنوع الجواز قبل سنة 18 لا يوسق بيجوزوهم يكتبوا سنة غلط أو لا يوسق ويستنوا لما تصير عمرها 18 سنة يكون معاها 3 عيال 4 عيال وبعدين تبقى توسق الجواز فإحنا بنتكلم عن زواج القصيرات واختان البنات اللي بيدمر حياتهم لأنه برضو القانون بيجرم فبيعملوه بعملوه تحت السلم بقى مش في المستشفيات لأنه بيجرم في البيوت في كذا بيتحيلوا على القانون عشان يأذوا بناتهم يعني القانون في صفوكو بيحميكو وأنتوا بتتحيلوا عليه عشان تأذوا بناتكو وللأسف فيه ناس بتفتكر أن ده باسم الدين لأن فيه بعض شيخ قالوا حاجات مش موجودة في الدين يعني الدين منها بريئة وقالوا أيوة أن ده مظبوط وحلال اللي هو البنت تتجاوز في سن صغيرة والختان لازم يمارس عليها والغريب أن الأمهات نفسهم اتعذبوا يعني عاشوا الألم بتاع الختان والزواج الصغير ورغم كده مش بيقولوا ما نعذبش بقى ولادنا لا بيعملوا نفس الشيء مع بناتهم يعني وكانوا بيتوارسوا هذا العنف لوقت من الأوقات فيه بنات بتموت فيه واحدة كانوا كتبوا عليها في الحوادث أنه ماتت يوم الدخلة الراحم مفجر أنا بشوف دي يعني هما بيحكموا جزها لا مش جزها أنتو أبوها وأخوها اللي وفقوا أن هي تتجوز دول لازم يعدموا إعدام أنتو اللي قتلتوها مش الزوج اللي أنتو قدتولوا بنتوكم